أول ملاحظة يا عماد نحن في شهر رمضان هذا الشهر يتطلب الصبر نفس الشيء بالنسبة لهذا المنتخب هذا المنتخب هو يغير أكثر من 60% من التشكيل الأساسي الذي دخل به بالماضي في مباراة أمس يتطلب الصبر وقد قلنا هذا الكلام في آخر بلاتو أنه مصطفى لذلك لا يجب أن ننسى ما قلناه ولا يجب أن نتناقض في حديثنا يجب أن نبقي على هذا الصبر مع هؤلاء الشباب الذين دعموا المنتخب الوطني كنا ننتظر بأن وجه المنتخب الوطني سوف لن يكون مثل ما ألفناه يعني بدليل أن مباراة أمس وجدنا هذه الصعوبة لكن أهم ملاحظة قبل أن أقدم لك بعض الإحصائيات أهم ملاحظة التي توقفت عندها هو أن هذه المباراة قبيل إجرائها لم تكن أبدا في حسبان المتتبعين بأنها سوف تكون مباراة مرجعية أتدري لماذا؟ لأن منتخب النيجر نظريا منتخب ضعيف لو فزنا لو خرجنا يوم أمس من هذه المباراة فائزين بسداسية سباعية كان الكل يجمع على أن منتخب النيجر ضعيف ترجمة نانسي قنقر